مرحباً للقرار القرار الذي سيتخذه الناخبون الأمريكيون سيتردد صداه في كافة القارات ليؤثر على السياسة الدولية، الاقتصاد العالمي وأوضاع الشرق الأوسط بشكل خاص وسط تصاعد التساؤلات حول من سيكون قائد القوى العظمى في المرحلة القادمة إلى أين ستمضي أمريكا وماذا ينتظر العالم معها وتحديداً لبنان وغزة وبن يمين نتنياهو على وجه الخصوص فكيف سيكون المشهد في أمريكا في الأيام المقبلة؟ إلى الآن كاميلا هاريس أنا برأيي، اللي ربما يكون مخطئ حتى لما بعدها يحمل ولكن من ضمن التاريخ للولايات المتحدة الأمريكية يعني لحد هلأ ولا مرة إجت إمرأة ولا مرة لأنه أصلاً نسوان بيحبشوا صوتوا ولا مرة وكمان كانت نكتبي أمريكا يقولوا أنه بيسقط دائماً النسوان اللي بترشحوا لأن النسوان ما بينتخبوا النسوان لكن فيه هناك موضوع مهم جداً جداً ونحن رأيناه بالأيرلي فوتس أو بالانتخابات المبكرة انتخابات المبكرة يعني أيام مش انتخابات قبل وقت لأنه هذا من ضمن القوانين الأمريكية بأنه كان بالتصوير وبالصورة بأنه كان هناك من يأتي ليصوت لترامب بالضغط على اسم ترامب بداخل الانتخاب الإلكتروني ما يروح يضغط لكمالة هارس يطلع أنه كمالة هارس اللي عنده انتقب وهذا اللي بيعني أنه دونالد ترامب أصلاً متهمهن أنه لا حيزوروا الانتخابات أول ما تطلع النتائج ساعة بيقولوا الديمقراط أنه هناك مثل ما قالوا من أربع سنين أو من قبل أنه هناك اختراق روسي للانتخابات لحتى ما يطلع دونالد ترامب لأنه ليش؟ لأنه دونالد ترامب من خارج الدولة العميقة الأمريكية كمالة هارس وبايدن هن من ضمن الدولة العميقة الأمريكية مش لأنه الحزب الجمهوري مش من الدولة العميقة لا الحزب الجمهوري والديمقراطي من ضمن الدولة العميقة ولكن دونالد ترامب مش من ضمن الدولة العميقة في أمريكا وبالتالي بتلاقي فيه حتى التلفزيونات ووسائل الإعلام الأمريكية معظمة ضده وأنا نمي إلي في قسم منه أنا واثق منه من اللي بدي أحكيه هلأ في قسم منه بعض قيد التحري بأن كل أجهزة الأمن في الولايات على أهبة الاستعداد وكذلك هناك معلومة بأنه لربما الحرس الوطني على أهبة الاستعداد خوفا من تكرار ما حصله ب6 يناير 2020 وأكثر لأنه في حال فوز كاميلا هيريس سيكون هناك اتهام بالتزوير وفي حال إعلام فوز دونالد ترامب سيكون هناك محاولة للضغط على أنه استخدم دونالد ترامب وسائل التواصل الاجتماعي مثل ألم ماسك أو كل هذا أنه صارت بصفه الموضوع في الداخل الأمريكي هو يتجه نحو اللا استقرار هلأ مش بكرة مش بعد بكرة ولكن بدأت حالة اللا استقرار وبحالة الفوضى وحالة الإعلانات والانتقال من الانتخابات الديمقراطية إلى الانتخابات الزعامية هذا يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية غير آبها بوقت من الأوقات لما يحصل في الداخل غير آبها كما قبل بالوضع في الشرق الأوسط لربما يكون هناك حالة من حالات التأجيل لوضع الإسرائيلي واعتداءاته ولكن على الأرجح أن يكون هناك فوضى ستؤثر على الحياة السياسية والعسكرية والأمنية في الشرق الأوسط في التزامن أمور خطيرة جدا تحصل في إسرائيل تضيق الخناق على رقبة نتنياهو وقد تقرب مصيره الأسود فماذا يحصل وما هو مصيره القريب؟ نتنياهو أصبح بحالة اليوم بأنه لا ثقة لا للأمريكي ولا للداخل الإسرائيلي لا ثقة لأنه قد كذب على دونالد ترامب بأنه سيؤجل الاعتداء على إيران لما بعد الانتخابات كي لا يحرز الحزب الديمقراطي أي أصوات على حساب هذه الدربة كما كذب على ترامب لم يستطع الإفاء بوعوده للديمقراط هذا الموضوع قد انقلب إلى الداخل وبعد عمليات التسريبات وبعد فشل الضربة على إيران وبعد فشل بتلقي الدربات الإيرانية التي حصلت بالوعد الصادق واحد واثنين وبعد الخيبة الأمل بعملية استرجاع الأسرة أو الوعود أو الإنجازات أو حتى شهر ونيف بالحرب الفعلية القائمة بكل مقدراتها ضد لبنان لم يستطعوا القيام بأي إنجاز إذن أصبح هناك لا ثقة بقدرات سلاح المشات الإسرائيلي لا ثقة بسلاح المدرعات الاعتماد فقط على سلاح الطيران لا يجدي نفعا لأنه بحال من الحالات هذا ربما تنتهي أهداف سلاح الجو وتبدأ على الحالة الأرضية كل هذا تجمعت حول نتنياهو لكي يقوم يهود المرد ويعلن بأن العدو الحقيقي ضد إسرائيل هو نتنياهو أكثر من العدوة مع إيران وحزب الله هو هيك بفسرة ويقوم يهود باراك ليقول بأن الخسائر غير محتملة وآخر مرة بس بدي أقول لك اللواء جورا إيلاند لأنه مش حافظ اسمه مظبوط ليقول بأن الخسائر داخل الجيش الإسرائيلي وهو جنرال من ضمن خطة الجنرالات هو قائدها بيقول لقد وصلنا بعد المعلومة عن التسريبات الكاذبة من داخل العدو الإسرائيلي بأنه خسائر الجيش الإسرائيلي مهولة وإجت قصة التسريبات بأنه نتنياهو كان واضع جواسيس داخل الجيش تعطيه معلومات عن الحالة الموجودة ليسربها هؤلاء الجواسيس اللي إله ليسربوها للصحف الأجنبية بالأخص الإلمانية لكي يستطيع نتنياهو استثمارها بالداخل بأنه شوفوا أنه كل الخطط اللي عم بعملها صح شوفوا الصحف الأجنبية شو عم تحكي يعني أنا اللي عم بعمله صح اكتشفوا هؤلاء بأنه كانت كلها كذبة وكل ما يقوم به كذب ونفاق سياسي تجاه العسكر وأن هناك احتقان داخلي حتى ضمن أهالي الأسرة جعلت كل هذه العوامل بأن نتنياهو أصبح على أيامه الأخيرة إما الحالة السياسية وإبعاده عن الحالة السياسية وإما إدخاله إلى السجن وهذه الأصوات تعلق وأنا لا أستبعد اغتياله في القريب العاجل والعاجل جدا من قبل أحد الداخل وبالأخص أحد أهالي الأسرة في مع حماس ولكن ماذا ينتظرنا في حال تخلصنا من نتنياهو في وقت قريب؟ ينتهي الاعتداء على لبنان وعلى غزة لأنه بحال وصلوا بمرحلة أنه حتى الداخل الإسرائيلي والأمن الإسرائيلي بعد أن أصبحت سمعة إسرائيل بالأرض من الناحية أنه كالدولة الوحيدة الديمقراطية في الشرق الأوسط وكل هالكذبات هذة فضحت وحتى وسائل الإعلان اللي معهم اللي بيأيدوهن ما حد قدرانين يرقعولهم ويغطولهم على جرائمهم هذا ممكن يخذنا على هذا شو بيحدق عشو؟ أنه الداخل الإسرائيلي سيجعل كل تلك الأخطاء برقبة نتنياهو وفي حال قتل نتنياهو بيقوله مش دولة إسرائيل اللي قامت بهالجرائم نتنياهو اللي قام بالجرائم وإعادة تلميع صورة العدو الإسرائيلي في الخارج في حال تغيير المعادلة السياسية مع المعادلة العسكرية داخل العدو الإسرائيلي يعني هناك وقف لإطلاق النار مباشرة مؤشرات كثيرة توحي بأن العالم الحالي على موعد مع تغيرات كبيرة على أمل أن يبتسم الحظ للبنان وشعبه وينفض عنه غبار الحروب والدمار إلى أبد الأبدين